دعت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسية سيرغوشي إلى ضرورة تبليغ عن أي تقصير أو خلل في الخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات الحكومية من خلال منصة خدمتكم الهدفة للإطلاع على التغذية الراجعة من المواطنين وعكسها على عملية تحسين وتطوير تقديم الخدمات وبينت غوشي خلال محاضرة في جامعة اليارموك أن التمييز المؤسسي هو منظومة متكاملة لتقييم نتائج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر البيئة الداخلية والخارجية وقدرة المؤسسة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف إنتاج سلعة أو تقديم خدمة تحقيقا لرغبة المستهلك الطلبة بدورهم أكدوا أن ما تطرحه الحكومة من أعمال تطويرية في القطاع العام هو بالأصل حقا لهم وأنهم يقدمون على إجراء أي معاملات في القطاع العام بعد تأمين الواسطة بحسب تعبيرهم محاضرات هاي كثير مهمة لشريحة الشباب بشكل عام مش بس الطلاب بتوعيهم للسوق العملي بعد الجامعة لكن أنا برأيي أنا وبشوف معظم الطلاب وشريحة الشباب أنه لا يوجد ثقة في المؤسسات الحكومية سواء موظفيها يعني أنا كشخص عادي لو بدي مثلا أدخل أو إلي معاملة بأي مؤسسة أو جهة حكومية بصير أدور مين إلي بالدائرة هاي يعني لا يوجد ثقة عشان أنا أخذ اللي بديها مع أنه هي خدمتي أنا من جميع موظفين الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة هو حق اللي أنا خدمتي بأبي يعني على معايير الثقة تكون إلي ثقة عندهم واللي يقدموا لي أفضل خدمة الهدف من إقامة هاي المحاضرة بجامعة اليرموك هو التواصل مع طلاب الجامعات في الكليات المختلفة وعرض نموذج الذي نعمل عليه في التطوير المؤسسي في الحكومة الأردنية فطرقت اليوم لعرض عن ما هو التمييز الحكومي بشكل عام وتطرقت لبرامج التمييز لإدارة الحكومية في الأردن وتطوير الإدارة الحكومية في الأردن فبالتالي عرضنا لبرنامج وحدة دعم القرار متابعة تنفيذ القرارات الحكومية المسرعات هاي كلها برامج نعمل لها لتطوير الخدمات الحكومية ولا الترخيص الحكومية ولا متابعة الخطط والبرامج الحكومية ترجمة نانسي قنقر